كما منا جديد تعقد وزارتات طاقة وشؤون الاجتماعية في تونس اجتماعا في محاولة لثني العاملين في قطاع المحروقات عن إضرابهم المقرر نهاية الشهر الحالي وستنظر الوزارتان في مطالب عمال المحروقات انفاذ زيادة الأجور المتفق عليه سابقا كان العاملون في قطاع نقل المحروقات قد أعلنوا تنفيذ إضراب ليومين يبدأ في اليوم الأخير من الشهر الجاري والأول من الشهر القادم ما لم تتحقق مطالبهم بزيادة الأجور وفق ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة شهر مارس الماضي معنا من تونس مراسلتنا أميرة مهذب أميرة أهلا بك معنا نسأل عن هذه الخيارات المتاحة في هذا الاجتماع وأيضا هذا الإضراب كيف ينعكس اجتماعيا في تونس انتم وهو ما هدد به العمال نعم أحمد مرحبا بداية في واقع الأمر هما خياراني اثنان أمام هذه الجلسة التفاوضية التي تعقدها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التي تنضوي ضمن أعرق المنظمة النقبية في تونس الاتحاد العامة للنصي للشغل من جهة وأيضا وزارتي الطاقة والمناجم ووزارة الشؤون الاجتماعية الخيار الأول هو إما أن تستجيب الأطراف الحكومية تحديدا وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة الطاقة والمناجم للمطالب التي تقرها وتطالب بها الجامعة العامة وهي زيادات في واقع الأمر منها يعود إلى 2017 و18 و19 ومنها يتعلق بالملحق عدد 11 الذي تم توقيعه بين الحكومة وبين الجامعة كطرف نقابي والذي يقول بأن هناك زيادات للعمال في الأجور من عفوا من 2023 إلى حدود 2024 لهذه السنتين أو السنة ويعني إما الاستجابة لهذه المطالب بالتالي ستقوم الجامعة بإلغاء الإضراب وباستمرارية توزيع المحروقات وتوفرها أو الخيار الثاني أحمد هو فشل المفاوضات وهو ما يعني المضي في الإضراب المزمع إجرائه في 31 من أوت ألجاري وغرة أيلول سبتمبر ليومين كاملين سيكون في حال فشل المفاوضات يعني انعكسات تعديدة أبرزها تعطل كبير لحركة المورور خاصة أن تونس شهدت السنة الماضية وأول هذه السنة إضرابات مشابهة تعطلت فيها كليا تقريبا حركة المورور استفت الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود وأيضا حتى تعطل وجود بعض المواد الأساسية طالما أن الشاحنات سيؤثر ذلك على ضخ المواد الأساسية وعلى الشاحنات التي تنقلها من مكان إلى آخر وهو سيضاعف من جهة أحمد يعني الضغوط على الحكومة الروسية بالتالي على رئاسة الجمهورية يعني أولا وسأيضا سيؤزم من وضع اجتماعي يعيش بطبعه تأزما غير مسبوق شكرا جزيلا لك من تونس مراسلتنا